السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا كويسين وبخير يا صعب الله. اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله معنا كراءتين بهذا السبحتين. كل اللي عليك انك تختار سبحة من السبح وشوف حظك وشوف كراءتك ولك هذا الكراءة بازن الله تعالى وكل الكراءة هتكون مطابقة لك بمشيئة الله تعالى. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. تمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو واللايك وان كنتنا بتشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد من سرار العالم الروحاني. وان كنت بتعاني من السحر او من التعطيل او من تابعة اكتب تم وان شاء الله هديك لينك العلاد بازن الله تعالى اول رقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل معنا. هنبدأ بالاستخارة الاولى والقراءة الاولى لهذا السبحة بازن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب السبحة الاولى انظر فيها التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى ما تبخلش علينا بالجميع بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب هزا السبحة الاولى شايف عندك تغيرات جزرية بازن الله تعالى. وان شاء الله هيظهر لك التبشرات اللي انت مستنيها بمشيئة الله تعالى. صلي على الحبيبة المصطفى عليها بطل الصلاة والسلام. بسم الله بشاء الله. شايف عندك آآ اليومين دولة يعني عندك هنا اول حادي آآ اليومين دولة يعني الوضع عندك كما نقوله آآ مكركب. عندك اليومين دولة الوضع آآ مكركب آآ عندك الوضع بتاعك فيه امور ملخبطة. يعني عندك امور ملخبطة في حياتك. آآ ما بينك وما بين الاهل. آآ شايف في مشاكل. آآ ما بينك وما بين الاهل ما بين الشريك. في بعض الكلام اللي مضايقك. يعني عندك آآ شايف ان ادوك كلام كتير. آآ الاهل وقفين ضدك. شايفك ان انت عايز حادة وهم عايزين حادة تانية. يعني مش لاقي حد آآ يكون في صفك. او حد يعني يكون واقف معاك في حياتك. شايف هنا عندك عرض. عرض ممكن نقول عرض عمل. او عرض شغل. انا شايف ان في عرض جديد. هيكون موفر لك في حياتك. شايف هنا. انا شايف اجبالك مشغول بمحكمة. او آآ بحكم او بمحكمة. او حد عندك جريبك محكمة. ايه? او فيه اوراق تخص المحكمة. ان شاء الله تكون منصور فيها بازن الله تعالى. شايف هنا عندك حد آآ منافق في العيلة. في حد عندك في العيلة منافق. في حد حد حقود ليك. نعم بينظر لك على كل الاسباب. اي شيء بينظر لك ليه هذا الشخص الحقيق. عندك حد حقود ليك. في حد هنا في ست آآ مش كويسة. الست دي معنا كدتو عملتوا معها الكل الخير. آآ عملتوا معها حداد كتيرة. لكن الست دي انا شايفها ان هي تخينة جامدة شوية. الست دي ازياكم كتير. ازياكم كتير هي وبنتي. هي وبنتي ازياكم. عملت لكم ضاقة صح. وهي قريبة لكم. قريبة مش آآ غريبة. هي قريبة لكم. بس رغب دي كله آآ انت عندك انطلقات. او انت عندك انطلقات حلوة. شايف عندكم انطلقات حلوة بازن الله تعالى. خليك حريص على ايدك الايام اللي داية. بلاش آآ مصرف الكتير. بلاش التبذير الكتير. عايزك تمسك على ايدك كويس ضدا. عايزك تمسك على ايدك كويس تدن علشان في خبر حلو يخص شريك حياتك. آآ شايف برضو يخص الطرف التالي اللي بيتكلم. اللي داخل وسطيكم. اللي بسبب المشاكل والعركيل والانفصال. خلي في اخبار حلوة بازن الله تعالى. عندك اخبار حلوة. الفترة اللي داية شايف ان انت هتحصد خيار انت زرعته من قبل. في خيار هتحصده انت زرعته من قبل. شايف هنا الشريك. مهما كان يعني ما بينك وما بينه مسافة او آآ بعيد عنا. بينك وما بينه مشاكل آآ شاف ما فيش كلام ما بينك وما بينه. بس انت بتحبوه. شايف ما بينك وما بين الشريك هيكون في دعم. هيكون في كلام ما بينك وما بين الشريك. آآ فيه تواصل. هاردع لك ندمان. شايف ان هاردع وعليه الندم. فيه ندم. فيه ندم من الشريك. صلي على الحبيب المصطفى. شايف في حد هنا اه هو انت وقفت معاه اه مدت له الخير مدت له ايدك وقفت معاه لكن ما يستهلش الخير اللي انت عملته معاه. اه بيتكلم عليك. شايفك هنا هتستلم موسيقى او استلام اوراق او استلام حادي هتستلمها. دي هتزود الربح بتاعك. شايف عندك زيادة ربح. هيزيد عندك الربح بازن الله تعالى. شايف عندك هيكون في فرص حلوة. في عرض هيكون مغري لك. فيه فرصة حلوة. يخص العمل. لانما انت مقدم على عمل او مسافر اه سفر فيه رزق فيه عمل لك او فيه خيار السفر اللي لك. لان انا شاف بليك سفر هيكون فيها خيار لك. فيها ممكن نكون مسافر تخلص اوراق او مسافر اه دراسة او مسافر شغل او مسافر اه فيها يعني السفر خير ليك. شايف انه عندك انت شوية ودع. شوية عركيل. اه عندك انه عندك اسفل الظاهر عندك شوية ودع. اه ودع في العمعاء المعدة. دسمك دايما همدان تعبان بتاخذ علاج مسكنات للصداع. للألم للدوخة. ما فيش اي تحسن. ما فيش اي تحسن. فهذا من السحر. خلي بالك من الست. هي وبنتي. هي يعني بصالك او بصها مش كويسة. سحراك. حسدهك برضو. خلي بالك منه وصلي على الحبيب المصطفى وعليك بالتحصينات. عليك بالتحصينات. شاف في حادة معينة هنا اه شغلة بالك. شغلة بالك انت منتظرها. جدامك تلت نقط. تلت نقط جدامك بازن الله تعالي. وهتديلك بشرة منه. هديلك بشرة اللي انت منتظره. خلي بالك وكن حريص. اعداءك حواليك. خلي بالك اه اعداءك حواليك. هم المقربين. اكتر اعداءك هم المقربين. فكما قلنا خلي بالك وكن حريص. خلي بالك وكن حريص. شاف هنا فيه هنا امرأة اخ او امرأة اه حد يعني قريب للجوة. بتلعب دي يعني مش كويسة. اه معاقتها بكلام ومن وراك بكلام. اه كل اللي بتدلس معاها او كزا تكون معاها لطيفة بكلام كويس. يعني معاقب كلام هي بكزا وش. مش بوش وح. هي بكزا وش. بسم الله الكاشف. اللهم اصلا على سيدنا محمد. شاف هنا انت يعني ممكن اه في حد هنا ظلمك. او الشخص ده اه خز حقك او افتر عليك او وقعك في مشكلة. هيردع لكم ادماء. عشان شاف فيه رجوع حق. فيه رجوع حق. وخليك كون حريص على فلوسك. فلوسك لما تدي لك لان فيه فلوس ديالك. بلاش التبزير زيادة على اللزوم. بلاش التبزير علشان ما تندمش في لحظة من اللحظات. فبلاش التبزير كثيرة. لان فيه مال ديالك بازن الله تعالي. وانت منتظره. انت منتظر هزي المال. المال ديالك ديالك. وهنا فيه لم شمل. اه شايف هنا لم شمل مع ناس. انت بتحبه. اه شايف انه فيه لم شمل هنا مع ناس. اه الناس دي ممكن اقول اه غايبة عنك او اه بعيدة عنك. لكن فيه لم شمل بقدرة الله تعالي. شايف عندك طاقة فرض. طاقة فرحة. اه طاقة فرض. طاقة فرحة. طاقة رزق. طاقة السعادة. بازن الله تعالي. شايف هنا هيكون عندك خرود من المحنة. او خرود من اه التعب او خرود من الضيق. حاول تطلع من الضيق اللي انت فيه والاكتئاب. اخرد من الاكتئاب اللي انت فيه. واشتغل على نفسك زيادة عن اللزوم اشتغل. انا شايف هنا انت برضو بتحاول تشتغل زيادة عن اللزوم على نفسك. علشان تطلع من الحياة اللي انت فيها. شايف هنا برضو انت واخد كزا ضربة على راسك. او مأسي. مأسي. يعني جلبك مكسور. اه جلبك مكسور. وعلمتك. وعلمتك ان انت تاخد بالك على نفسك كويس جدا. علمتك ان انت تاخد بالك كويس جدا من كل الامور. يعني من اي مؤامرة. وتاخد بالك من اي مؤامرة كما يكون. بسم الله الكاشف. شايفك ان انت حريص جدا على نفسك. وهتكتشف السر. فيه اكتشاف سر قدامك. السر ده هتكتشفه خلاص قدامك يعني خطوة وهتكتشف السر. هتكتشفه الايام اللي داية خلاص. بيزنقدها قريب جدا وهتكتشف السر ده. شايف من خلال السر ده يعني انا شايفك هتغير امور عندك شايف يعني بعد ما تكتشفه هتغير امور. من بعدك ر blender ده شايف ان انت تقطع علاقتك يعني الناس دي بتحول ان هي تزيق. يعني شايفك بعد ما هتقطع علاقتك هتقطع علاقتك بها. بس الناس دي بتحاول تأذيك. في ناس هنا آآ بيتحاول تجرب منك عشان تستلف منك فلوس. ما تدهش. ما تدهش فلوس. شايف عندك هنا الفترة دية في ارتباط. او زواد. او ردوع. شايف انا عندك فرحة ولبس خاتم ولما في ارض بيتك. ان شاء الله ممكن نقول خطوبة نقول زواد نقول رجوع للمنفصلين. شايف ان شاء الله في زواد مية في المية. مية في المية بقدرة الله تعالى. عندك هنا ارتباط وعلاقة جدية. في بعض عندك الامور هتكون في حياتك. عندك هنا هتكتشفها من ناحية العلاقات العاطفية. او من ناحية الحب. آآ من ناحية الحب. فانا شايف عندك طاقة فرد. آآ طاقة حب جديدة. بسم الله الكاشر. فالله ما صلى على سيدنا محمد. شايف هنا في ربط احداث. الربط الاحداث دية هتعرف مين اللي بيتكلم عليك. ومين اللي بيرمي احموله عليك. بيرمي احموله عليك. ومين اللي بيتكلم عليك ومين اللي كويس معاك. هتعرف كل حالة. عندك هنا شخص. الشخص ده مقرب ليك. آآ الشخص ده بيخدعك. آآ بيخدعك في شغلك. آآ بيخدعك في نداح حياتك او في مجال حياتك. شايفك هنا بيخدعك. الشخص ده. خلي بالك. شايفك هنا هتاخد قرار. وهتاخد قرار. والقرار دي هيكسر ناس ازتك. هيجلب ناس هيظهرها على حاجة جيته. الناس دي كسرتك. كسرتك او ازتك. في ببان هنا اتجفل تفشك. في ببان اتجفل تفشك. لكن ربنا بيرتب لك ببان غيرها تفتح ليك فيها الرزق وفيها الراحة وفيها الاستقرار. باذن الله تعالي. ما شاف عندك باب هيتفتح. الباب دي في رزق. فيه ده للحظ. فيه الفرحة. فيه السعادة ليك. خلاص. هانت على الابواب الفرحة ديالك بازن الله تعالى. عندك هنا انت مقدم على نجلة او اه اه شراء بيت جديد او مسكن جديد. لانها شايفك بتنتقل مع احد في اه منزل جديد او اه مسكن جديد بازن الله تعالى. يعني عندك شراء مسكن جديد. في حد لا بيدعي لك بسبب دعواته ربنا هيفتح لك اواب الرزق والسعادة بقدرة الله تعالى. شايف عندك هتبدأ صفحة جديدة. الايام اليداية. عندك صفحة جديدة الايام اليداية. شوف الصفحة الجديدة عايز تبدأها فيها. اه شوف عايز تبدأها فيها. لان انا شايف انا بشرك عندك هنا اه شايف ان بس بالك مشغول باطفال. عندك خبر حمل. عندك خبر حمل او لم شمل لاطفال. لان شايف بالك مشغول باطفال عندك لم شمل او خبر باطفال بازن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هذا كراءة احبابنا في الله. اصحاب هذا السبحة. اتمنى من اخواتنا في الله ادعموا الفيديو واللايك. وقلت ان تشترك فيها القناة فليش اشتركوا في القناة فعلا وزر الدراس ليصلكم كل جديد. اقراءة السبحة الثانية. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن 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 الرحمن. بسم الله الكاشف. ادعموا الفيديو واللايك احبابنا في الله. فضلا وليس امرا وانزلوا في التعليقات. صلاة على الحبيب. قرب الصلاة والسلام. في ناس هنا بيحاولوا يستغلكم. اشخاص كذبين. منافكين. بيحاولوا يستغلكم. بس انت قلت حزبي الله ونعم الوكيل. قلت حزبي الله ونعم الوكيل. طول ما انت ما بتيزيش حد. وماشي في طريق الخير ما خايفش من اي حد. ما خايفش من اي حد علشان هنا ربنا هيدزيك خير باذن الله تعالى انت لو عرفت ان ربنا مرتب لك هتزدد لله ليلا ونهار شايف ان عندك ماشي بعض الامور فيها تعب فيها ضيق في غيمة لف حواليك لكن هدي عصابك علشان تخرج من الطاقة اللي عندك وبلاش الزبزبة بلاش الدومة اللي حواليك بلاش القرارات التهورات اللي بتاخدها بلاش عايزك تهدم وتصلي على الحبيب المصطفى ولو عندك هنا اوراك في المحكمة هتخلص خلاص هتخلص اوراك في المحكمة هتخلص بإذن الله تعالى لان انا شايف عندك هنا كذا حادة هتطلعك من هم هتطلعك من تعب شايف الطريق جدامك مفتوحة بفضل الله تعالى هتوصل هتوصل بإذن الله تعالى شايف هنا في حد من العيلة مش بتتفك معه انتو اتنين مش بتتفكوا مع بعض يعني انتو اتنين موددين زي اللي يقولوا موددين فوق راس بعض مش اه متفكين مع بعض خالص بس انت هتندح وانت بتنفذ اللي في دماغك بتنفذ اللي في دماغك بتنفذ اللي في دماغك علشان انت عنيت جداً عندك كمية عناد شايف عندك هنا في مكالمة مكالمة اتصال شايف مكالمة الاتصال دي وراها عزومة اه وراها كلام وراها عتاب اه شايف برضى يعني هيكون فيها لم شمل او فيها كلام حلو هتكون شايفك فيها مبسوط او فيها كلام حلو جداً نعني هي شايف الكلام دي هيخليك منتصر هيخليك تطلع اه من تقص سلبية او من محنب بسم الله هالكاشف اه ما تدخلش اي حد في حياتك ما تدخلش اي حد في حياتك خلي بالك اه من حد قريب ليك اغيرين اه مش كويسين بيغيروا من نداحك بيغيروا منك بيغيروا من اي حدا تخص حياتك فخلي بالك من نفسك يعني كن حريص على اي حادة تخص حياتك خليك عندك حريص كن حريص على اي حادة تخص حياتك بسم الله هالكاشف اللهم اصدد على سيدة محمد الفاتح لا اله الا الله شايف هنا بدأتم هنا شايف ان انتم بدأتم تحزبوا مواضيع اه بتحزبوا في اوراق اه شايف ان انتم هنا اه باقصة الحدود من مفدود، شايف ان انتم بتصرفوا يعني بشكل مختلف اه يعني في الاول كنتوا بتصرفوا حدي ودلوقته بتصرفوا حدا تانية خالص شايفنا؟ لو انت طالب المساعدة من حد شايف ان عندك شايف6611 الكركب اللي والتوتر اللي عندك. بلاش. اه بلاش التوتر والكركب اللي عندك. خلي بالك. خلي بالك الفترة اللي بداية. شايف ان انت هتطلع من ازمة. هتطلع من محنة. اه ماشي انت بتقول صبرت كتير. انت هطلع من المحنة. امتى هاخلص? امتى? ان الله مع الصابرين. اصبر. اصبر. هتلاقيها فتحة لك الابواب من حيث لا تحتسب. من حيث لا تدري. هيدي لك الرزق. دي لك الرزق. عارفك بتفكر في الرزق. لكن قدامك خلاص خطوة. والرزق دي لك بفضل الله تعالى. هتطلع من الغامة اللي انت فيه الى النور. هتطلع لفتحة الطريق وهتمشي طريقك. شايف برضو طريق سفر قدامك فيه الرزق. طريق سفر قدامك فيه رزق. آآ شايف راحة لك بازن الله تعالى. طريقك استكرار. طريقك مفتوحة امامك. فيها الراحة. ماشي. حصل ماشي كلامة بينكم وبين الشريك. حصل انفصال. حصل انفصال. بسنة طرف تالت. وبسبب الغيرة. وبسبب طرف تالت. طلع مش قويس او طلع خاين او طلع غدار او هكذا. لكن لك فرحة غيرها. فرحة غيرها. فيه منكم فيه رجوع. مش حابب يتزودوا. فيه منكم اتالوا الزواد مرة وسنيا. لكن لسه ما داشي الوقت. لكن خلاص داي الوقت امامك وداي لك الزواد مرة اخرى. بفضل الله تعالى. شايف عندك تحادات كتيرة تخص حياتك. شايف هنا عندك برضو هنا شايف مشي التعب اللي عندك. الضيقة. شايف منكم برضو عنده حسد شديد. منكم عنده سحق. ومنكم برضو شايف عندكم مس شيطاني. مس اه تعبك. تعبك جدا. عمل لك تعطيل بالنسبة للزواد. تعطيل مش مكتمل. ما فيش مكتملة زواد معك او خطوبة او ارتباط. مش مكتملة معك. حصل افصال على طول. اه ما تستمرش علاقة الارتباط او لاخط وخطوبة. مش مستمر. اه تعب في الدسد. ارهاق. اه خنقة. ضيق. اه نفور من الناس. مع انك بتعمل حالات كثيرة مع الناس حلوة. يعني بتساعد الناس كثير وبتحب الخير للناس كثير لكن تلاقي الناس مش حباك. الناس اه عايزة تأذيك. ليه مش عارف? عندك حسد. حسد. انت بتتعاطي بنفسك تقول ليه عايزوني. ليه بيعمل كن عندك الحسد وعندك سحب. كل منكم عنده سحب وعنده حسد. وفي مس. شايف عندك هنا كزا حالة في حياتك هتتغير. عندك كزا حالة في حياتك هتتغير من امورك. شايف عندك هنا اه من بعد المناسبة. يعني شايف عندك مناسبة. اه المناسبة دي فيها طاقة. شايف فيها طاقة ايجابية تخص حياتك. شايف عندك طاقة ايجابية تخص حياتك. شايف عندك هنا تعرف على حد. هتعرف على حد. وهتلاقيه بوظف دنبك. هتلاقيه بيسندك. في حادات كتيرة. بيسندك في حادات كتيرة. شايفك يعني آآ انت ممكن تسقط. ممكن تقع. لكن هتلاقي اللي سندك ووظف معاك. لو انت بقى لك مشغول بنداح بباوراك بمشروع هيكتمل معاك. لان في حد هيدعمك. في حد هجف معاك. في حد هيساعدك بإذن الله التعارف. شايفك هتندح. خلاص الندح امامك. شايفك خلاص. بإذن الله هتكون في كمة الفرحة. في كمة السعادة. وهتوصل لهدفك. هتوصل لحادات كتيرة جدا. شايفك هتوصل لحادات كتيرة جدا بإذن الله. ما تجلكش. بلاش القلق. وبلاش الحيرة. وكمل زي ما انت. كمل زي ما انت. هتوصل لهدف اللي انت عايزه بإذن الله تعالي. وشأنك هيعلق بإذن الله. بإذن الله هيعلق. بسم الله الكاشر. فضنا وليس امر انا احبابنا في اللي الفيديو باللايك اخواتنا في الله. اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما اغفر. بسم الله الكاش. بسم الله الكاش. شاف برضو عندك جلق. شافك على حد مريض عندك. او حد ما زدون. يعني شاف عندك كمية الك. كمية حزن. اه على حد ما زدون. او حد مريض عندك. يخص حياتك. يعني يخصك عزيز عليك او قريب ليك. ان شاء الله فيه خير بازن الله تعالى. ان شاء الله فيه اخبار حلوة. اه الشيطان بلاش الوسواس. بلاش اللي عمل لك المس. عمل لك مشاكل كتيرة. عمل لك وسواس. عمل لك حدات كتيرة لكن فيه اخبار. هتنتصر بازن الله تعالى. وهتطلع من اللي انت فيه. هتطلع من الازمة اللي انت فيه. هتطلع. انت ماشي هم سبب لك شوية عرقيل. لكن هتكتمل وهتطلع. هتكمل. الشيطان السحر المس هو اللي عمل لك دزء كتير في حياتك. عمل لك كل ما تكتمل طريقك يعمل لك عقبة. تلف لفة بعدين عشان تطلع للطريق الصحيح. فبيعمل لك عقبة. وبرضو الستة دي المقربة ليك عايزة تأذيك. الستة دي مش كويسة. عاملة زي السعبان. مش عارفة بتعرف اخبارك كل حادة. بتعرف اخبارك من اي مكان. يعني عارف عنك كل حد الستة دي. والستة دي مش كويسة. هي اللي بتأذيك. فما تجلقش. ما تجلقش ما تديش حد اهتمام عليك بالتحصيل. وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالي. هتوصل لهدفك وهتكمل لطريقك وهتوصل للي انت عايزه. ما تخليش حد يأثر عليك. ما تخليش اي حد تأثر عليك وخرج من الضيكة اللي انت فيه. وخرج من الاكتئاب. انا شافك ان انت ما تهتمش. انا شافك انت بتهتم بحدات اه تافهة. ما تهتمش. اهتم بطريقك. اهتم بهدفك. اهتم بمشروعك اللي انت فيه. شايف ان انت هنا هتتعامل بضقة. شايفك هتتعمل بضقة مع ناس كتير جدا في حياتك. شايفك يعني ان انت هنا لما ميزك على اشخاص التانية طموحك عالية. وروحانياتك عالية. روحانياتك حلوة. اه بيتحسسك بالناس اللي حواليك. شايف عندك هنا اخبار حلوة. اخبار طال انتظارها. فيه فرحة في ارض بيتك. ممكن اقول له خطوبة او ارتباط او زواد ليك او لحد قريب عليك. في ارض بيتك. في اه بشرة بفرحة. في بشرة بخطوبة اه بردوع اه سعود بردوع حد قريب ليك. يعني فيه بشرة في ارض بيتك وفيها فرحة. عندك هنا انت منتظر برضو رسالة او مكالمة من حد اه تخص اه الشيسول ميديا زي ما يقوله. شايف انا اه بتخص رسالة. بتخص مكالمة تخص حظر هينفق. خلاص قدامك خطوة اتنين تلاتة اربع خطوات. ممكن نقول اربع ساعات اربع ايام ان شاء الله. وهتوصل لك الرسالة او هتوصل لك اللي انت عايزه. بازن الله. سايف هنا اه في حلم معاك بيتحقق او اه بتحلمه كتير. اه هيتحقق خلاص قدامك. الحلم ده بيتردد عليك كتير. هيتحقق خلاص بازن الله تعالى. شايف عندك ماشي الضربات اللي قلبك اه ضيق او اه ضمت قلبك. خلاص هاني. شايف هنا في تواصل ما بينك وما بين اه حبيب او بس تواصل روحي. تواصل روحي. تواصل روحي. لان في رجوع. مازال بتحبه. مازال بتحبه. حصل انفصال لك بمازال بتحبه. عايز تردع له. هتردع بإذن الله. شايف طاقة الردع كويسة. ومفتوحة قدامك. هو مش الاستحر اللي عمل ما بينكم او الطرف التالت اللي عمل ما بينكم. لكن ده يوجوها بقدرة الله تعالى في بشرة حمل قريبة. وهي بشرة حمل قريبة بإذن الله تعالى. في طاقة اا اطفال اه بشرة اطفال او طاقة اطفال فيها حمل او بإذن الله تعالى. صلى على الحبيب المصطفى عليه الضرس الله والسلام. اللهم بشرني جموة انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يكون ادعموا الفيديو باللايك وكنت لم تشترك في القناة هل اشترك في القناة وفعل زر الدراس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني ومكنت بتعاني من السخر او من المس او من تعطيل او من تابعة منها اكتب تم وان هديك اللينك او انت احباب ما في الله ادخل داخل القناة هتلاقي من الزل لكم اه كل حاجة الهدي السحر الهدي المس الهدي التعطيل وكلها طرق مجربة مني مرارا وتكرارا وليست للتجربة بل مجربة بفضل الله تعالى وناجحة مئة في المية بقدرة الله تعالى اول تتحابب تتواصل معنا الرقم امامك تواصل معنا وان شاء الله نكون في حسن ظنك بازن الله تعالى وكما تعودنا صلي على الحبيب المصطفى اللهم صلي صلاة جلال واسلم سلام الجمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وخشيه اللهم بنورك كما غشات سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل السوء اللهم فرد كربنا كمعات امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين